موسيقى مشاهدين في كل مكان مساءكم سعيد أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ستوديو الجزائر والتي سنخصصها لمناقشة الأزمتي الليبية هذا من بوابة مؤتمر برلين الذي أتت نتائجه قبل قليل فقط ونقلته قناة البلاد بتغطية مباشرة وآنية من مكان الحدث من برلين تبعنا مخرجات هذا المؤتمر الذي لم يحضره بشكل مباشر أطراف النزاع في ليبيا نتكلم عن المشير خليفة حفتر أو رئيس حكومة الوفاق الوطني فيز سراج لكن أطراف النزاع حضروا في برلين في مفاوضات ثنائية مع قوى دولية أخرى لكن ما هي الانطباعات التي تركها هذا المؤتمر هل يمهد هذا المؤتمر إلى حل أم إلى تأزيم للأوضاع في ليبيا وإذا الأمور كانت سلبية بالنسبة للشعب الليبي فهل لم تأتي هذه المخرجات لصالح الليبي لأن الإرادة السياسية للمجتمع الدولي من أجل حل هذا النزاع في ليبيا لم تتوفر بعد وسنتساءل كذلك عن الموقف الجزائري اليوم ربما يعتبر متابعون جزائريون بأن أهم ما حدث في مؤتمر برلين هو عودة الدبلوماسية الجزائرية بثقلها الجزائر كانت ممثلة اليوم برئيسها في هذا المؤتمر عودة الآلة الدبلوماسية الجزائرية للاشتغال بعد جماد وتجميد استمر لأكثر من ثماني سنوات وتبعنا كذلك مداخلة الرئيس عبد المجيد تبون الذي دعا وأكد بأن الجزائر جاهزة من أجل احتضان حوار ليبي بين أطراف النزاع في ليبيا من أجل تسوية هذه الأزمة وهذا يدفعنا للتساؤل كذلك أليس الحل في ليبيا يمر عبر حوار ليبي ليبي وليس حوار ليبي أممي سنحاول أن نجيب على هذه التساؤلات في هذه الحلقة رفقة ضيوفي هنا في الأستوديو الدكتور فارق طيفور وهو أستاذ في العلوم السياسية أهلا وسهلا بك دكتور شكرا على هذه الاستضافة شكرا جزيلا الدكتور محمد عمرون وهو أستاذ في العلوم السياسية كذلك أهلا وسهلا أهلا وسهلا شكرا جزيلا والدكتور العيد زغلامي أستاذ في الإعلام والاتصال أهلا وسهلا شكرا جزيلا كما سيكون معنا مباشرة من برلين من مقر المستشارية الألمانية الزمين نسيم عبد الوهاب موفد قناة البلاد إلى برلين مساء الخير نسيم مساء النور يوسف مساء الخير أيضا لضيوفك ومشاهدين الكرام شكرا جزيلا أنطلق معك نسيم لتنقل لنا الصورة من مكان الحدث بداية تابعنا المخرجات مخرجات هذا المؤتمر الذي علقت عليه أمال كثير بخصوص التسوية أو على الأقل التمهيد لتسوية النزاع في ليبيا ما هي الانطباعات التي تركتها هذه المخرجات طبعا يوسف كانت الأمال أكبر مما خرج به المؤتمر كانت الأمال معلقة أن يخرج المؤتمر بنتيجة واقعية أكثر نتيجة ميدانية أكثر وأيضا نتيجة وحل يكون أكثر وضوحا من البيان الختامي الذي خرج به المؤتمر هنا خاصة الأصداء التي رصدتها بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته المستشار الألماني أنجيلا ميركل رفقة الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك الممثل الأممي في ليبيا غستان سلام ووزير الخارجي الألماني وبعد وصول البيان الختامي إلى الصحافة الأصداء كانت مخيبة نوعا ما من الاتفاق الذي حصل اليوم ولكن المستشار الألماني أعطى توضيحات أخرى بخصوص ما جرى اليوم الاتفاق طبعا لو أرصد لك بعض الجوانب التي توصلت إليها هذه الاجتماعات التي عقدت طيلة اليوم منذ صباح من الساعات الأولى من صباح اليوم في يديه الآن وثيقة الاتفاق الذي خرج به المؤتمر اليوم طبعا ربما أبرز النقاط التي نصت عليه الوثيقة هو أن جميع الأطراف اتفقوا على أن لا يقدموا أي دعم لأي طرف من الأطراف المتنازعة الآن في الأرض في ليبيا ونقصد بذلك المشير خليفة حفتر وجهة الحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج وكذلك تشكيل لجنة خمسة زايد خمسة ونعني بذلك خمسة ممثلين عن المشير خليفة حفتر وخمسة ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج حيث ستضمن هذه اللجنة متابعة سير اتفاق وقف إطلاق النار وتحقق من تحقيقه ميدانيا وكذلك الاتفاق على ثلاث مصارات سيتم الأخذ بها وهو المصار السياسي والمصار الأمني والمصار الاقتصادي هذه اللجنة طبعا لم يتم بعد تشكيل أعضائها ولكن ستتشكل خلال أيام قليلة هذه اللجنة ستتعقد أيضا أولى اجتماعاتها في جناف خلال أيام قليلة مثلما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بالإضافة إلى كل هذا ربما هناك تصريح لافت للمستشار الألماني أنجيلا ميركل تؤكد فيه أن ما حدث اليوم أو ربما ترد على خيبة الأمل التي لاحظناها في ردود الفعل الأولية اليوم تقول بأن ما حدث اليوم هو البداية فقط ولا يمكن حل كل مشاكل ليبيا في يوم واحد أو في بضع ساعة فقط وهي اعترفت حتى بصعوبة المهمة اعترفت بتصريح الله وتبعناه طيب يتساءل المتابعون عن غياب أطراف النزاع في ليبيا اليوم كان مؤتمر ليناقشها الأوضاع في ليبيا ليبحث حلول للأزمة الليبية لكن بدون حضور الأطراف المعنية بهذا النزاع الأطراف الليبية لم تكن حاضرة على الأقل في الاجتماع المغلق الذي ناقش ما تتكلم عنه اليوم بل كانت هناك لقاءات ثنائية لم يجتمع سراج وحفتر في طاولة واحدة في المفاوضات ألم يؤثر هذا على سيرولة هذا المؤتمر ألم يفرغ هذا المؤتمر من محتواه طبعا يوسف هذه الصورة أو هذا المشهد والكان الأبرز في حديث العام الآن في برلين منذ بداية هذا المؤتمر سبب غياب حفتر والسراج خاصة عن الظهور في قاعة المؤتمر وأيضا خلال أخذ الصورة الجماعية للحاضرين أو المشاركين في هذا المؤتمر ربما ميركل في المؤتمر الصحفي تم سؤالها حول هذا الموضوع وقد أجابت حول ذلك وأكدت أن الخلافات كبيرة كبيرة جدا جدا بين السراج وحفتر ولا يمكن أبدا أن يجتمعا الآن في طاولة واحدة ولهذا السبب لم يتم حضورهما في قاعة المؤتمر وأيضا في خلال أخذ الصورة الجماعية ولكن فقط للإشارة حفتر والسراج كانوا حاضرين داخل مقر المستشارية الألمانية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وقد تم عقد اجتماعات منفصلة مع كل واحد منهما المستشار الألمانية اجتمعت أولا مع فايز السراج رئيس الحكومة الوفاق الوطني ثم اجتمعت مع المشير خليفة حفتر الذي يقود سؤال أخير فقط نسيم الجيش الوطني الليبي وكذلك تم عقد اجتماع بين أردوغان والسراج منفصل وكذلك تم عقد اجتماع بين أردوغان وخليفة حفتر وربما هو هذه الصورة التي علق عليها البعض يقول بأن وكأن الرئيس الفرنسي أو فرنسا تدعم جهة حفتر وتركيا التي تدعم جهة السراج سؤال أخير فقط نسيم اليوم كذلك من أبرز معالجه الإعلام هنا في الجزائر هو المداخلة التي قدم بها الرئيس عبد المجيد تبون وقدم من خلالها كذلك مقاربة أو مبادرة وهي أن الجزائر جاهزة لاحتضان حوار ليبي ليبي بين الفرقاء في ليبيا ماذا تركت هذه التصريحات من انطباعات على الأقل لدى الإعلام أو المحيط الذي كنت متقربا منه طبعا يوسف ربما المداخلة أو الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد المجيد تبون كانت الأكثر حياتية والأكثر قوة في المداخلات التي تم إلقاؤها اليوم باعتبار أن الجزائر كان موقفها ثابتا منذ بداية الأزمة وكانت مقاربة الجزائر هي المقاربة التي تم طرحها اليوم والتي يؤكد عليها كل الحاضرين خاصة المستشار الألمانية والأمم المتحدة يعني يؤكدون على نفس المصطلحات التي كانت تؤكد عليها الجزائر منذ بداية الأزمة وهو الحوار أن يكون ليبيا ليبيا وأن تكون حل الأزمة بيد الليبيين وتحقيق أو الذهاب نحو مستقبل بيد الليبيين أيضا دون تدخلات أجنبية والكلمة التي ألقاها الرئيس عبد المجيد تبون ربما أكد فيها أو أشار فيها إلى المشكل الأبرز في عدم حل هذه الأزمة وهو التدخلات الأجنبية ويقول في نص حديثي أو في نص كلمته أن هناك تنافسا إقليميا دوليا حول ليبيا وهناك أيضا أجندة متناقضة وهو ما يجعلها حل الأزمة شكرا أشكرك نسيم ويجعل الوضع في موضعه شكرا جزيلا لك نسيم عبد الوهاب كنت معنا مباشرة من مقر المستشارية الألمانية ببرلين شكرا على هذه المعطاية التي قدمتها وبالتوفيق لك ضيف استوديونا نطلق في النقاش نطلق معك دكتور فارق طيفور استمعنا إلى هذا الملخص حول الكلمة حول الخطابات حول التصريحات التي أدلت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أو حتى الأمين العام للأمم المتحدة ووزيل خارجية الألمانية كلها أو أبرز ما جاء فيها بأن الحل لابد أن يكون سياسيا ولا توجد أي فرصة للحل العسكري اللقاء جاء لدعم الهدنة العسكرية ووضعت لجنة لمتابعة هذه الهدنة ستجتمع الأسبوع المقبل متشكلة من خمسة زائد خمسة هل هذا ما كان يتمناه الشعب الليبي؟ أول هذه هي الأمل التي كانت معلقة على مؤتمر برلين في البداية تحية لك وللبيوت الكرام وللمشاهدي الكرام في هذه اللحظات التي تمر فيها الشقيقة ليبيا بأزمة فيها حالة استقطاب كبيرة جداً على المستوى الداخلي وخارجي ولا أبدأ النقاش إلا أن أترحم على غحايا حوادث المرور في الواد رحمة الله عليهم أترحم عليهم جميعاً أعتقد أن ليبيا اليوم للمرة الثالثة تدفع فاطورة التدخل الأجنبي والذي يعكسه مؤتمر برلين أو لقاء برلين أو منتدى برلين يعكس حالة الاستقطاب الكبيرة بين الطرفين النزاع داخل ليبيا ويعكس أيضاً حالة التدخل الأجنبي الخاطير التي رأيها موجودة في ليبيا يميزها حضور 12 دولة ما معناها حضور 12 دولة في محتمر برلين معناها 12 مصلحة 12 مخابة من الأجهزة الأمنية تشتغل 12 رؤية ومقاربة و12 منفعة تريد هذه الدول أنها تتفاعل فيها 12 دولة بهذا الحجم تدخل الأجنبي وكما قلت أنت في الوقت الذي أطراف النزاع لم تحضر هذا المستشارة الألمانية قدمت تفسيرات بأن الأزمة شديدة جداً والشرخ كبير جداً بين الرجلين ولا يمكن أن يجتمعها لكن اجتماح هذه القوى في برلين اليوم دون حضور أطراف النزاع في ليبيا ألا يعبر ألا يحمل فطيته بأن اللاعبين الأساسيين في الأزمة الليبية ليس الأطراف الليبية بل هي أطراف دولية متصارعة على المصالح في ليبيا هذا اللي خلينا نقول في هذه الحلقة المهمة للمشاهدين أن المسألة فيها ثلث مستويت كيف مستويت دول كبار؟ دول كبار بالنسبة إليها أنت تعرف والناس المؤرخين يعرفوا أن منطقة البحر الأبد المتوسط هي المنطقة اللي انهارت فيها حضارات وقامت فيها حضارات واليوم التموقع في هذه المنطقة حيوي جدا على قاعدة النفط والغاز وعلى قاعدة امتلاك والتموقع في المجالات البحرية خاصة اليوم خاصة بعد الاكتشافات الجديدة على كل حال منذ سنة ألفين إلى اليوم اكتشافات كبيرة للغاز في هذه المنطقة لذلك تجد بعض القوة ما نشن تكلم عن القوة المشاطئة يعني القوة اللي عندها شاطئة في البحر أبنت الوطس نهدر على القوة البرية التي ليس لها أي خلينا نقول فكرة فقط مهمة جدا فهذا المجال المهم جدا لازم نفهمه هذا هو المستوى الأول المستوى الثاني اللي هو الوقود هذا الوقود تع هذه الحروب الكبيرة العالمية اللي فيها قوة عالمية لذلك اليوم كتشوف هذا المؤتمر المؤتمر الآن هيها عبرت عن خيبة أمل ها كل المؤتمرات اللي اندلت في القضايا العربية كانت هكذا اللولة والثانية والثلاثة نعرفه جونير نعرفه الأسستانة نعرفه لوزان مقبل نعرفه كلها يعني ما يزمش في الخبرة التاريخية تانا عندما ننظر إلى مثل هذا التعقيد والتشابكة عن مصالح في ليبيا مثلا أنا مقاوم نقوله فوالا رايحة شوف مثلا في اللول لما فروها الليبيين بالانتخابات بعدها في الرابع العرب في 2011-2013 دخلت القوة هذه لما فروها في الصخيرات بعدها مدة زمنية في 2015 مدة زمنية ما كانوا يشي تلقاوا كانوا ذلك في مكتب خلينا نكمل هذه الفكرة برك في ذلك في مكتب وذلك في مكتب ويتنقلوا بناتهم المقترحات بعدما خرجوا في حالة حالة يمكن التوافق حولها عودنا رجعنا إلى نقاش آخر اليوم اليوم واحد في غرفة أو واحد في غرفة مش قادرين يتلقوا والناس للأسف الشديد الجامعة العربية حاضر شكليا الاتحاد الأفريقي حاضر شكليا والدول الأوروبية اللي عندها أطماع لذلك هذه الديبلوماسية أنا أسميها اختصارا هي دبلوماسية استعمال المدافع من أجل الحصول على المنافع دكتور عمرون يقول الأستاذ فارق طفور بأن ما حدث في برلين اليوم هو استنساخ لمؤتمرات وللقاءات سابقة ناقشت أزمات في دول عربية نتكلم عن الوزانة وسطنة واحد واثنان هذا بناء على أن أطراف النزاع في ليبيا لم يحضروا الاجتماع المغلق اليوم بل حضرت عوضا عنهم لتناقش مصير الشعب الليبي ربما أو حتى التطورات في الأوضاع الليبيا قوى دولية أخرى ألا يعبر هذا على أن الفاعل على أن اللاعبين الأساسيين والرئيسيين في الأزمة الليبية ليسوا الليبيين بل هي القوى الدولية شوف أنا أبدأ من حيث انتهيت خطاب ميركل اليوم في ندوتها الصحوفية قالت بالحرف الواحد الدول الفاعلة تعهدت باحترام الهدنة وهذا تعبير دبلوماسي مهذب بل هي الدول المتورطة في الأزمة عليها أن تحترم بالهدنة وهذا اعتراف ضمني بأن من أجج الأزمة ومن أشعل فاتي للحرب هي قوى إقليمية ودولية معروفة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية بالفعل هناك انطباع كبير من خلال البيان الختامي للمؤتمر أننا مع سيناريو سوري جديد بمؤتمرات عديدة ولكن في النهاية لا حل نحن عندنا ثلث أزمات اليوم في منطقتنا للأسف الشديد عندنا الأزمة اليمنية الأزمة السورية والأزمة الليبية وفي خضم هذه الأزمات كل واحد في منطقة معينة واحد في منطقة الخليج واحد في منطقة الشرق الأوسط وواحد في منطقة شمال إفريقيا للأسف الشديد كل اللاعبين فيهم تقريبا هم نفسهم وفي نفس الوقت لم نجد فيها حلولا مؤتمر برلين لم يكن بالإمكان أحسن مما كان هذا أقصى سقف كان ممكن وكان متوقع أن ما ستقول إليه نتائج برلين ما هو إلا تثبيتا لهذنة هشة كان قد تم الاتفاق عليها سابقا وعلى الأقل تقديم تعهدات مما سمتهم ميركل بأنها دول فاعلة من أجل احترام هذه الهدانة لكن مع ذلك سمعنا إلى تصريح جوتيريز الأمينة العام للأمم المتحدة قال بأن الأطراف تعهدت بعدم تقديم أي دعم عسكري لأطراف النزاع في ليبيا رغم أنه من الممكن أن هذه الدول قد تواجدت عسكريا في المرحلة الأخيرة ولازالت تواجد أي تنقضي لن يكون هناك التزام بتعهد إذا لم يرافق بآلية للردع هذا واضح في العلاقات الدولية يجب أن نفرق بين الخطاب الدبلوماسي وبين الآليات التي تحد من قوة الدولة مجلس الأمم؟ سواء مجلس من دون شك مجلس الأمم كسلطة دولية لديها القوة على فرض الحل يجب أن تتدخل أما الحديث عن تعهدات أنا أحيلك إلى أزمات أخرى تعهدت فيها كثير من الدول بأن تلتزم السلام ولم تلتزم ما لم تجد قوة رادعة اليوم في مؤتمر برلين حقيقة عبارة عن تعهدات لكن غابت فيه الالتزامات والآليات للأسف الشديد حسبك دكتور العيد زغلامي ما هو أهم ما تحقق من مؤتمر برلين يقول الدكتور عمرون بأن أبرز ما تحقق هو تثبيت هذه الهدنة الهشة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للاستضافة تحية لك وإلى زملائنا الحاضرين وكذلك إلى التاقن معك وإلى الجمهور العريض شكرا للمشاهدين الأعزاء أول أن أبارك بوجود موفد البلاد إلى برلين هذا شي جميل يعني الآن نرى كيف بإمكان قناة خاصة تكون موجودة في عالم المكان وهذا مهم جدا إعلاميا أنا عجبت كثيرا باتصال هذا وهذا يدل على أنه بدخلنا في الاحترافية وهذا يزيد شكرا وهذا لا يجب أن يقال بحكم أنني أستاذ الإعلام شكرا نظن لما أنا تبعت الندوة الصحفية التي جريت نظن خلينا نكون نوعا ما متفائلين أولا هي حرب الوكالة الأمور واضحة يعني بروكسي وور هناك بطبيعة الحال من يؤيد حفتر وهناك من مع السراج الأمور المحسومة يعني كين من يهمه البترول وكين من يهم الموقع الاستراتيجي كما تفضل الأستاذ الكريم والمواقع الاستراتيجي بما فيها الأمور المتعلقة بالمياه والبحار إلى غير ذلك فمن هنا أعتقد أنا أخشى أن هذه الدول التي حضرت أنها حاولت أن تقسم الكعك بيناتهم وهذا هو لأن الأساس هو ما حدث في الكواليس لم يجتمع هؤلاء من أجل مصلحة الشعب الليبي بديه أنه لما الشعب الليبي لما حفتر والسراج لم يتفقه على مسودة وكانت فيها خلفية وكانت فيها اتفاقات مسبقة وانتو هيكت أخرها موسكو إيه تم توظيف هذين كأداة من طرف جهات أجنابية فأنا لا أصب اللوم على لا داعي لا اللوم على ميركل بطبيعة الحال الأوروبيين والأمريكيين والروسيين والطراك تهموا مصلحتهم لكن ماذا فعلوا الليبيين أنفسهم ماذا قاموا هم بحفاظ على كيانهم هذا اللي لازم يتسأل هذا اللي لازم يطلح السؤال يعني تعجب كيف في برلين يلتقيها ولكن بطريقة منفصلة والذي يقوم بهذه العملية والإشراف هو أنجلا ميركل هي أنجلا ميركل وغوتيراس وهذا بديه على أنه يعني غياب تم للحل الليبي الليبي وكذلك دور الاتحاد الإفريقي لم أقول جامعة العربية كان حاضر فيها يعني الأمير العام للجامعة العربية ولكن هذا يدل على حد الآن لم نستفيد من الدروس الماضية الآن كما تفضل الأستاذي الكريم الآن ليبيا أو المنطقة المغرب العربي الآن دخلت في ما يسمى بالصراع اللي هو في الشرق الأوسط وفي الخليج والآن يعني وصل إلى منطقة المغرب العربي دكتور طيفور تعثر مؤتمر برلين بحسب المخرجات وبحسب الانطباعات التي تركها والتي نقلها إلينا مفدنا إلى برلين ألا يعني هذا بأن الحل في الأزمة الليبية يمر عبر حوار ليبي ليبي وليس ليبي أممي دولي مع أطراف أخرى إذا كان من شيء إيجابي إيجابي للفعل الدولي للتحرك الدولي في القضية الليبية هو هذه الهدنة لتوقيف القتال للشعب الليبي المواطن البسيط هذا الذي يدفع على الطالب الذي كان في الأكاديمية العسكرية وهذا الشعبي الليبي اللي رأيه مسكين لا يعني ما عنده حتى مصلحة لا في فرنسا ولا في تركيا ولا في روسيا ولا في مصر ولا في الإمارات هو الذي هو وقود هذه الحرب هذه الأزمة اللي أصلا في البداية منشبغين فقط يعني ندخل في تفاصيل للمنتظم الدولي الآن اللي هو فيه حالة اضطراب كبيرة جدا وحالة التموقع الجديدة للقوة الكبرى فيه بشكل جديد هذا هو النقطة الأولى الرئيسية الأساسية لذلك نقول بالله العودة إلى المقاربة السياسية عادوا لها الناس اللي كشفهم مؤتمر برلين على أنهم الفاعلين الرئيسيين اللي كانوا يدعموا ويغذوا في الحرب اللي سميتها نايا استراتيجية تعانك أعطيه المدفع بعد ذلك التورطة تعالغاز والبترول وكل ما الحل السياسي والمقاربة السياسية في النهاية المطاف طال الزمنة وقصر سنعود إليها ولكن الليبيين لهم دور كبير كبير جدا النخب الليبي لها دور كبير جدا الشعب الليبي له دور كبير جدا القبائل والعشائر الليبي لها دور كبير كبير جدا وأعتقد أن الحوار الذي دعت إليه وكانت الجزائر مستعدة لأن تدعو إليه وتجمع هؤلاء الفرقاء الأشيقاء لنا في الجزائر في بلد عربي أنا أعتقد أنه يمكن أن يحدث الفرق نقول لك فكرة فقط أكتشوف مثلا باللي كان هناك هذا الحرب على طرابلس من جنال الحفتر وبدأت حكم السراج تستنجد في النهاية تدخل دولتين أوقف هذا الأمر وخلت دول هذه تسارع إلى هذا الحفاظ على الهدنة والهدنة هناك من يعتبر بأن الحل في ليبيا هو أكبر من مجرد مشاورات سياسية لا لا مش مشاورات سياسية يمكن أن تصل إلى الحل هناك من يعتبر بأن الحل هو أكبر من هذا أكبر من مجرد مشاورات نعطيك باختصار إذا توقفت فرنسا التي كانت تمثل حلف الناتو في الدخول الأول أصلا البداية أصلا في تحطين ليبيا توقفت فرنسا التي الآن يباين بلا رأي في جيها ومصر والإمارات وتركيا وأيضا روسيا لا نتكلم عن إيطاليا الفعل التحشوية يعني يبدو أنه مترحل مضطرب كثيرا هؤلاء إذا كانوا فعلا جدين اليوم ويتكلموا عن الهدنة وحقم دماء الليبيين وإيجاد حل سياسي توقفوا عن دعم هؤلاء لكي يمكن أن نفسح المجال للحوار وهناك دول تقف على مسافة وعند الفاصل يمكن للجزائر أن تقوم به أستاذ فور بحسبك فإن المقاربة أو ما قدمه الرئيس عبد المجيد تبون اليوم ودعوته لحوار الليبيين في الجزائر قد يكون جزءا من الحل قد يكون هو الحل قد يكون تمهيدا إلى الحل نعم أنا أعتقد أن ما قام به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بهذا الموضوع هو مسؤولية إقليمية مهمة جدا لأن تسعمائة كيلومتر اللي بيننا وبين ليبيا تدخل في أمن القومي وقال كلمة مهمة جدا أن الحل سيكون قاعدته البرنامج أو الأمن المشترك شكرا في النهاية الأمن المشترك هذا نحن معنيين بما يحدث في ليبيا سأستمع إلى رأيك في هذه القضية دكتور عمرون لكن بعد الفاصل توقف عند فاصل قصير ثم نعود لمواصلة النقاش ابقوا معنا أهلا بكم مجددا مشاهدين مستمرون معكم في هذه الحلقة من برنامج ستوديو الجزائر والتي نقشنا في جزئيها الأول مخرجات مؤتمر برلين الذي ناقش الأزمة الليبية وخرج بمخرجات استعرضناها في الجزء الأول وسنواصل في مناقشتها في هذا الجزء الثاني دكتور محمد عمرون كنا قد توقفنا عند المبادرة التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون اليوم من خلال مدخلته وهو الذي أكد بأن الجزائر جاهز لإحتضان حوار ليبي ليبي بعد هذا التعثر الذي سجله مؤتمر برلين ولقاءات سابقة من أجل منقشة مستقبل الأزمة الليبية أليس الحل اليوم؟ ألم يتأكد بأن الحل يمر فعلا عبر حوار ليبي ليبي وفقط؟ شوفوا في الحقيقة عندما نتحدث عن أي إزمة دولية الحل حلان لا ثالثة لاهما إما حل عسكري وهذا قالت عليه السيدة ميركر بأنه مستبعد وإما أن نصل بطرفي النزاع إلى ما أستطيع أن أسميه بلحظة الإدراك المشترك أو لحظة الوعي المشترك التي يعي فيها جميع الأطراف بأن الاستمرار في حالة الحرب والاستمرار في حالة النزاع ستؤدي إلى الحالة الصفرية أو ما أستطيع أن أسميه بأن الجميع خاصر ولا أحد يربح في الأزمة الليبية للأسف الشديد لم نصل لا إلى الحل العسكري وقد حاول الموشير حفتر أن يحل الأزمة عسكريا ففشل ولم نصل أيضا إلى قناعة وإدراك لجميع الأطراف بأننا وصلنا إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار حالة استاتيكو الأن وبالتالي نحن حالة استاتيكو أرجع لك إلى خطاب الرئيس تبو نعتقد بأنه من خلال ما قرأته من وكالة الأنباء الجزائرية أنه من خلال تحليل مضمون الخطاب فيه ثلث محاور أساسية المحور الأول أبدى فيه الرئيس موقف الجزائر من الأزمة الليبية المحور الثاني وهو توصيف للأزمة الليبية ثم حاول أن يعطي آليات لحل الأزمة عندما تحدث عن توصيف الأزمة أكد بوضوح أن هناك تنافس دولي هناك أجندات متناقضة في المنطقة ويجب الكف عن تزويد الأطراف المتنازعة بسلح فيما يتعلق بالموقف الجزائري كان دعا وقال بأن الجزائر ترفض المساس بأمن ليبيا أن الجزائر مع الحوار نرجع إلى أهم نقطة في الخطاب وهي الآلية تعتقد بأنه ذكر آليتين مهمتين وهي البناء التي ستعتمد عليه مستقبلا المبادرة الجزائرية للحل لأنه يجب أن نعرف بأنه الآن نحن كجزائريين في محاولة الاستدراك ما فاتنا نحن بعدنا على الأزمة الليبية منذ شهور وبالتالي هناك محاولة للاستدراك ما قيل اليوم من خلال على لسان الرئيس تبو نعتقد بأنها مقاربة جزائرية أو بداية الرؤية الجديدة الجزائرية لحل الأزمة الليبية أولا تحدث عن استضافة الجزائر أو استعداد الجزائر لاستضافة الحوار الليبي وهذا مهم منذ بداية الأزمة شعرنا وكأن هذه الأزمة ليست أزمة إفريقية ولا أزمة عربية بل هي أزمة أوروبية أكثر منها فهذه الجزائية دكتور عمرون سؤال مركزي يطرح الآن متى تحل الأزمة الليبية أنا قلت لك تحل الأزمة الليبية عندما نصل إلى لحظة الإدراك المشترك عند جميع الأطراف سواء المحلية أو الإقليمية للأسف الشديد أنا نقول ما زلنا كل طرف من أطراف النزاع يعتقد بأنه قادر على الحسم ولم نصل إليه أنا نقول لك الأزمة الليبية إذا ما وصلنا إلى لحظة الإدراك المشترك هذه يمكن أن تحل الألية الثانية التي طرحها الرئيس تبون وهي مهمة جدا عندما تحدث عن العمن المشترك نحن في العلوم السياسية عنا وحدة المقاربة الأمنية نسموها الأمن الجماعي ما معنى الأمن الجماعي أنه من يحمل هم الأمن هي تلك المنظمات الإقليمية الموجودة في الإقليم لدينا جامعة الدول العربية ولدينا الاتحاد المغاربي ولدينا أيضا الاتحاد الإفريقي أنا نذكر فقط بأنه هذه الأزمة أول من بدأ بمحاولة الحل هو الاتحاد الإفريقي قام بمبادرة جادة قبل سقوط نظام قدافي لكن للأسف الشديد الأوروبيون كانوا من خلال فرنسا كانوا عزمين على الإطاحة بالنظام القدافي وإحداث الطغرة أو إحداث الفوضى الأمنية أو الطغرة الأمنية في ليبيا النقطة الثالثة المهمة وهي أنه الحوار ليبي ليبي يجب أن نقنع الأطراف الإقليمية أن تكف على دعم أي من الطرفين وهذا قلتك لن يتم إلا بآلية واضحة من مجلس الأمن ممتاز أستاذ العيد زغلامي الحوار الليبي الليبي قد يكون هو الحل في الأزمة الليبية أو مثل ما يطرح الأستاذ عمرون قضية الإدراك المشترك عند جميع الفاعلين في الأزمة الليبية ما رأيك في المبادرة التي طرحها اليوم الرئيس عبد المجيد تبون بطبيعة الحال هي مبادرة لأننا معانيين بالدرجة الأولى بما يحدث على الحدود كان حوالي ألف كيلومتر ويهمون جدا من مستقر المنطقة لأن أي إفلات على الليبي حتما سيؤثر على وضعنا الداخلي فبديهي أن المقاربة وهو التفاوض والمفاوضات والجلوس أمام الطاولة مع المعنيين بالدرجة الأولى ولكن خليني نقول واقعي لا أعتقد أن هل ترى بإمكاني الجزائر أن تحل أن تسهم بقسط كبير في حل الأزمة الجزائر ليست لديها كل أوراق صديقي العزيز ولا يمكن لها أن تؤثر لأن الأمر الآن فلت من المنطقة أصبح أمر دولي حضورتنا شو دولة ما معنى تركيا روسيا بريطانيا المتحدة بريطانيا دول العظمة دول الموجودين في المجلس الأمن دولي لهذا الرئيس تكلم كذلك الآن على المجلس الأمن دولي أن يحمل مسؤوليته تحمل مسؤوليته مؤسسة الدولية عليها أن تحمل مسؤولية ما قد يحدث للشعب ولكن طبيعة الحال حضور قتيراس على مستوى برلين وكذلك ممثله أن القضية الآن أصبحت قضية أممية بامتياز فهناك تشكيل ثلاث جمعيات عفوا ثلاث فروع أو ثلاث أفواج هي منذ مدة القضية أممية والشرعية الأممية عند حكومة الوفاق الوطنية ولكن هما ربحا للوقت المهم دخل فيها التلاعبات ولكن أصحاء المعنيين بالأمر لأنهم لم يتفقوا على أبسط الأمور فبديه الآن على عاتق الأمم المتحدة أن تخذ هذا الملف من جديد وتعيد بعثه من جديد هذا اللي يحدث هناك مجموعة اقتصادية ستلتقي الأيام القادمة في تونس ثم هناك طبيعة الحال خاصة بالجانب الملف العسكري وهناك خاصة بالملف السياسي وهذه كلها تشرف عليها الأمم المتحدة فبديه أنه يمكن للجزائر ربما هي فقط تقدم اقتراحات قالنا بإمكان أننا فيما يخص الملف السياسي الجزائر المستعدة لاستضافة الحوار الليبي الليبي بحكم أننا نحن على نفس المستوى على نفس الماسافة مع حفطر ومع الصياج وبالتوازي مع هذا الأستاذ طيفور الجزائر عادت على دبلوماسية الجزائرية عادت للاشتغال بعد توقيف بعد جماد لأكثر من ثماني سنوات ومن هنا يقول متابعون الجزائريون بأن أبرز ما تحقق للجزائر من مؤتمر برلين هو أن دبلوماسيتها صارت ممثلة برئيس وليست بشخصيات الصف الثاني فقط كيف تعتبر هذا التمثيل كيف كذلك ما رأيك في مشاركة الجزائر في مؤتمر برلين عن طريق رئيسها واللقاءات التي أجريت كذلك مع الرئيس التركي ومع المستشارات الألمانية مع عبد المجيد تبون هي يشوف في الخلاصة في الأزمة الليبية والحضور تعل الدول الحدودية لأن التي تدخلت هي الدول ما نسميها الدول الشاطئية هي التي تدخلت الآن وأصبحت هي الفاعل الرئيسي في القضية هذه وكما قال زميلي أنها أصبحت القضية خارج مجال الجميع العربية وخارج مجال الاتحاد الإفريقي وخارج مجال أي منظمة فضلاً عن المنظمات للمية اتحاد المغرب العربي وإلى غير ذلك لذلك فالجزائر لها دور كبير جداً محوري في المنطقة ليس فقط لأن أمنها القومي مهدد لأن الأمن القومي الآن حتى هو في حد ذاته تغير المفهوم ما هو يقف عند الحدود قال لنا عند الحدود نحبسه وخلاص لا هو الأره ضمان ما بعد الحدود لأن السياسات الدولية الآن للأسف الشديد رهي عابرة عابرة بكل ما تعنيه كلمة العبور من معنى لذلك الجزائر أعتقد أنها في موقع هم جداً ومحوري وأنا سأقل الكلمة وما فكيت هاش مليح الأزمة هذه كانت فيها تدافع واستقطاب كبير جداً في ليبيا وخارج ليبيا وعرفت الدول التي تدعم هذا وتدعم هذا بالسلاح معروفة وهي حاضرة بقوة في برلين بالمناسبة الدول التي تدعم الحكومة التي هي أممية عندها شرعية هي ضعيفة بل همشت هناك ثلث دول على الأقل همشت في الحضور إلى مؤتمر برلين لإيجاد ميزان بموجب الدبلوماسية العقلانية ألمانيا اللي عاودت رجعت حتى هي إلى الفعل في ظل تقهقر بعض القوى التي كانت يعني حاضرة ولكن لن تكون فاعلة أقصد البريطانيا وقيمتها في ذلك نعم مكان الاقتصادية لألمانيا القوى الاقتصادية لتفرض طبيعي جداً لنطمحها باش تنتمي لا تكون عضو في طبيعة حمس الأم دولي طبعاً هذا ما تكون لذلك أنا نقول بللي الآن الأوراق الموجودة عند الجزائر هي أوراق ليست كثيرة ولكنها قوية لماذا؟ لأنها تملك الجزائر الآن في التعامل مع الأزمة الليبية تملك هي تملك القدرة على التأثير في الفعل هكتشوف فقط حركة صغيرة من خير الخطاب ليبيا أو طرابلس خط أحمر والجزائر أحبة أو كره عندها قيمتها في القضية الليبية جاء التليفون الآن تخلنا في استراتيجية ديبلوماسية الهاتف هذه القيمة تقريباً أو هذا المنتدى ندرب التليفون تعمل هندسة بالهاتف يعني في النهاية إذن لك أنا نقول باللي هذا السيادة اللي يعني تتميز بها الدبلوماسية الجزائرية في معالج تلمية الفاتحة ليس هي الأولى سواء كان في اليمن ولا في سوريا ولا في ليبيا ولا في كل القضايا العالم العربي الجزائر كانت لها أن تلعب أدوار لحماية أولاً أمنها القومي أو حتى في مالي حتى في مالي مثل السلم والمصر لذلك فلا يمكن أننا ننسى هذه الأدوار هذه أدوار مجاش هكذا لذلك فمجرد الحراك هذا كل يسرع مع وجود عامل توازن داخل ليدرته تركيا في ليبيا في مقابل فرنسا والإمارات ومصر حدث هذا على الأقل تقدير حدث هذه الهدنة الهدنة هذه بالنسبة لي هي عتبة ودرج يمكن أن يحقق كثير من الحاجات ولكن أعتقد أن دول كما يقول عندنا دول الجوار دول الميدان لها دور كبير كبير جدا ستلعب دور فيه الجزائر دور محواري باعتبار باعتبار أنه كان كان تنافسيا بين الجزائر و المغرب في السابق الآن هذا اتفاق الصخيرات اللي أعطانها رسالة إطانا رسالة على أنه يمكن ليبيين أنهم يتحاوروا حتى ولو طال الزمن ولكن هذا الحواجز والجسور اللي يديرتها الدول اللي عندها منافع في المنطقة وني قلتها في البداية هل يريد المجتمع الدولي حل الأزمة الليبية بل إيطالة عمر الأزمة الليبية نعتقد في هذه اللقاءات الأخيرة على الأقل المجتمع الدولي الآن على الأقل في عام 2020 2021 2022 في مقابل أن تعود للولايات المتحدة في 2025 إلى ما تبرمج له للعودة بعد انهيارها في 2012 هي تبرمج للعودة وكتشوف بليوم الحضور الأمريكي في مؤتمر برلين مخفض إلى وزير خارجية أنا أقول أن هناك ما يطبخ في المنطقة في الإقليم وفي الدولة ولذلك هذه الأزمات في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي بعض المناطق يريد المجتمع الدولي هذه هي أدوات لفرض منظومة جديدة فيها تموقع كبير لدولة جديدة يتساءل كذلك متابعون عن دور أمريكا هل يعقل بأن أمريكا هذه القوة العظمى هل يعقل أن تترك للاتحاد الأوروبي وتترك لروسيا أن يتفق حول نزاع حول أزمة في منطقة مهمة جدا ولا يكون لها أي دور الحقيقة بالفعل الدور الأمريكي أنا مقتنع بأن أمريكا تدرك بأنه لا حل في ليبيا إلا عبر الولايات المتحدة الأمريكية أو على الأقل عينها تكون على ليبيا وبالتالي هي الآن غير قلقة فيما يتعلق بالأزمة الليبية لسببين رئيسيين السبب الأول أن الأزمة الليبية لم تحتل الآن صدارة اهتمامات السياسة الخارجية الأمريكية لديها اهتمامات أخرى خصوصا الملف الإيراني هذا النقطة الأولى النقطة الثانية هي الآن الولايات المتحدة ما زالت تقرأ الأحداث في ليبيا لأنه منذ 2011 تغيرت الفواعل وتغيرت العوامل وبالتالي هي تترك المجال لقوى إقليمية وقوى كبرى وحتى قوى محلية من أجل إبراس كل نواياها في ليبيا ثم بعد ذلك تأتي الولايات المتحدة الأمريكية كقوى عالمية عظمى واحدة لحد الآن في العالم من أجل فرض الرأي أنا نعطيك تغريدة الأخيرة لطرامب عندما قال عندها يومين قبل مؤتمر بلين قال بأنه أنا أدرك بأنه هناك فوضى في ليبيا سنرى الولايات المتحدة ويت أنسي ننتظر ثم نرى الآن فيما يتعلق إذا سمحت لي فقط العودة إلى قضية التكتولات الإقليمية أنا أؤمن بأنه الدور الجزائري إذا أراد أن يكون فاعلا عليه أن يتكي أعلى الاتحاد الإفريقي علينا أن ندفع بالاتحاد الإفريقي من جديد لأن يساهم في هندسة السلام في ليبيا نعطيك هذا الاتحاد الإفريقي لديه مثلا لدينا القوة الإفريقية الجاهزة أحد مراكزها الهامة هي ولاية جيجل وهي التي تحمل لواء شمال إفريقيا هذا مهم جدا ليجب أن نستهين بالإصلاحات اللي قام بها الاتحاد الإفريقي أو ما سماها بهندسة السلام الإفريقي ماذا يعتبر في علم السياسة في العلاقات الدولية عودة الآلة دبلوماسية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في مؤتمر برلين كان بيرئيس الجزائر ماذا يعني هذا؟ هو عندما نتحدث عن الإزمة الليبية أخوك مجبر لا بطل بل من العار وبل من السخافة إذا كانت الأزمة على حدودنا ونحن لا نهتم أنا قلت دائما رغم أن هناك من يقول بأن الجزائر كانت مغيبة في المصاري السلام لا هو في المصاري الأول كانت مغيبة من دون شك أنا قلت بأنه هناك تحول في النظرة إلى الموقف الجزائري سواء من خلال الموقف الصارم للجزائر من أنه لا توجد لا يمكن لأي ترتيبات إقليمية على مستوى يقول أستاذ طيفور بأن التصريحات التي أدل بها تبون هي التي جعلت نظرة المجتمع الدولي بالنسبة لدور الجزائر في تسوية هذه الأزمة تغير بأن أمن ليبيا خط أحمر بأن الجزائر لابد أن تكون موجودة في هذا الحل لا هو ربط هذا التغير فقط بتصريح للرئيس أعتقد بأنه مبالغ فيه ولكن أعتقد بأنه ساهم في يعني بعث رسالة مهمة للمجتمع الدولي بأن الجزائر لن تقبل بأي ترتيبات إقليمية على حدودها وهذا أغلق جدا ما هي الأهداف التي تدافع عليها الجزائر في ليبيا شوف النقطة لولا حبيت بقط نضيف ما قاله الأساتذين لو لم يكن فيها حراك وسلميته وحضاريته لما قالت الأمور لما يحمل عقباه ثم بطبيعة الحال تنظيم الانتخابات وبشرعية الصندوق هذا اللي يسمح للمجتمع الدولي أن يحترم أو يعيد النظر في موقف فيما كانت الجزائر على الساحة الدولية هذه لازم تتخال بغض نضع لما صرح به اليوم رئيس الجبهورية لكن وجود الآن على مستوى الدولة الجزائرية بكل ما لديها من مقويمات للقوة النعيمة الآن بدأت تبسط نفوذها الذي يهم الجزائر فيما يعد فيه ليبيا إجابة على سؤالك هو واستقرر البلد لأنه كما قيل في هذه الحصة ما يحدث داخل ليبيا له تداعيات حتما على الحدود ثم هنا قاسم قاسم القرابة ثم تورق ليبيا وتورق الجزائر إذن فبديهي أن هناك الجانب العلاقات الإنسانية تربط بين الشعبين امتداد اجتماعي امتداد اجتماعي امتداد إنساني لا غير ذلك لكن اللي هم هو يعني لا يعقل أن تكون فيها حرب قائمة على حدودك وأنت لا استمعني فبديهي أن الجزائر تدافع بشراسة على موقفها ونظن من هنا لابد أن يعني المجموعة الدولية تحتكم إلى المنطقة هل تريدون السلم في العالم أم ماذا لأننا نحن 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 بالدرجة الأولى وهنا نظن لما قال رئيس الجمهورية دعا طبيعة الحال مجلس الأمن الدولي يأخذ مسؤوليته معنا الأمن الأمور هي على مستوى المجلس الأمن الدولي ومن هنا نفهم جيدا أن الحل لا بد أن يكون بغطاء أمامي ولكن في جميع الحالات لا بد أن للجزائر دور إقليمي مهم وهنا مضيف ما قاله الأستاذ الولايات المتحدة تعبر الجزائر أمامي ساهمة في تأزيم الأوضاع في دول عربية وفي ثوارات أخرى الذي يمكن تلعبه الجزائر أنظن هناك أعتقد الجانب أعتقد الحل العسكري غير وارب نعم لكن هناك حل بوسائل أخرى وهناك يعني ربما أعتقد هناك فرضية أخرى تتمثل في الدبلوماسية الإنسانية على أرض الميدان الدعم الإنساني هذا لازم يكون نقطة تانية هي دائماً وأبداً أن نفضل الحل السلمي والحل التفاوضي وهنا نظن الجزائر لديها باعك يعني طاويل وعريض في هذا الملف إما إما بطبيعة الحال ونظن لو لو أنا أعوه هذا لو نطرت الجزائر أن تقوم بدورها المنطبها في المنطقة لأكتم الحل لكن تداخل جهات أخرى أجنابية بما فيها لداعي لتسميتها ورعنا الآن مثلاً على سبيل المثال الجزائر وساهمت بقصد كبير في قضية في إحلال السلم في مالي 2015 لكن لماذا إلى حد الآن لم تحترم لم يحترم هذه التفاقيات لأن بسببساطة هناك 17 رأي استراتيجية موجودة في المنطقة إلى أي مدى قد يشارك قد يساهم وقد تساهم مخرجات مؤتمر برلين في تثبيت الهدنة التي يصفها الأستاذ عمرون بالهشة نظن أنا أحبّذ أن أكون واقعي ومتفائل ولكن بواقعية الآن هناك أعتقد كل الأطراف على بينا بأن لا بد أن يكون فيها حلوة إلا الأمور ستتعفن وكل الأوروبا بالدرجة الأولى إيطاليا وفرنسا واتحاد الأوروبي وألمانيا تخشى من تدفق آلاف المهاجرين فبديه أنها لا تريد انترام مرة أخرى إزمة نفس الإزمة التي وقعت في سوريا فبديه أنها تحبّد تحبّد احتوى ددخل خلينا نقول بين قلوسين عنها من مصلحات الجميع الآن هو استمرار هذه الهدنة استمرار هذه الهدنة نزيد نضيف كل ما أخرى لكن المعطيات وبعض الوسائل الإعلام تقول بأن هناك حضور لبعض طبيعة الحال يعني لجهات عسكرية جات من سوريا وتقدمت الهنام مرتزقة وهذا قد الكلام ينقلوا فيه هذا الدبلوماسي ولكن على أرض الواقع الأمور قد تتغير طيب لتوجه نحو أكثر تعفل أسألك سؤال أخير دكتور طيفور ما هي الأهداف التي تدافع عليها الجزائر بمقاربتها السياسية في ليبيا أعتقد أن المقاربة الجزائرية التي ستولدت اللحظة يعني في المنطقة وفي الإقليم وشاهدة يعني لها القاسي والدني على أنها كانت مقاربة على الأقل تقدير فيها جزء من السيادة وفيها جزء من الواقعية في التعاطي مع مع الأحداث والقراءة على الأقل تقدير ليست قراءة توسع أو قراءة استخدام أو قراءة تدخل وإنما هي قراءة على أقل تقدير تسوية هذه النزاعات في كل الأخرى كانت هذه الموقع آخر دور الجزائر شاهدنا في مالي لكن ما يحدث الآن باك الجزائر الآن رهي خطوط مكهرة وزاد لها الآن الشمال زاد لها الشمال كانت عندنا ليبيا والنيجر والمالي والمغرب وزاد لها الآن الشمال فيما يسمى به اكتشاف غاز في الشرق المتوسط هذا ليس قضية سهلة لماذا لأن المدخل المدخل الاقتصادي خطرات نروح إلى المدخل السياسي الذي يغطي الغابة في النهاية الموضوع عنده علاقة بالطاقة في المنطقة الجديدة هذا التموقع الجديد في الدول الكبرى هذه ليش دول بعيدة كل البعد عن المنطقة تجدها حاضرة ليش كما يقول عن الجزائر ليش يقصروا هذه عندهم دراسات مبنية على بحوث مبنية أيضا على تلمس للواقع الليوجي خلينا نقول لك بارك هؤلاء الناس همش ناس عاديين بمعنى أنه الاستشراف تحهم للتحول للإستشراف العالم وخاصة في المنطقة هذه نبدأ بها منطقة تحوظ البحر الأبيض المتوسط قتلك قامت فيها حضارات وانهارت فيها حضارات الآن نحن في وضع نحن في لحظة إذا كان نسميها لحظة إدراك مشترك للعالم في ظل التضعض على وصير في العالم في المنظومة المالية في المنظومة السياسية في المنظومة الاقتصادية وحالة التموقع الجديد للدول الساعدة هذا يؤدي بنائنا أننا أنه نحن يمكننا أن تموقع نملك كل القدرات السياسية والاقتصادية والأمنية والإقليمية على أن الجزائي تتموقع في هذا العالم الذي يتشكل من جديد في هذا الحوض والآن وصلت للشمال أصل وصلت إلى تهديد الشمال لذلك نقول باللي الدبلوماسية الجزائرية لابد أنها تأخذ بعين الاعتبار وأن الوضع الداخلي الذي لابد أن يكون قويا ولابد أن تحل سريعا تحل تحل سريعا تحل سريعا الأزمة الموجودة الآن وتروح إلى إجراءات إجراءات جريئة في قضايا معالجة الأزمة السياسية الموجودة الآن لما لا يجب أن نغموض عليها عينها ولابد من سرعة لابد أيضا من رؤية أيضا لتمتين هذه الجبهة حتى تستطيع حتى تستطيع أن تجاب هذه المخاطر لأنها موجودة في أكثر من 6 ألف كيلومتر أختم معك دكتور عمرون ما هي الأهداف التي تدافع عليها الجزائر عبر دورها الدبلوماسية عبر مقاربتها في تسوية النزاع في ليبيا نحن قدر الجزائر في الدبلوماسية أنها كانت دائما فاعلة في العالم الثالث نذكر فقط أننا لعبنا أدوار مهمة في العالم الثالث وفي العالم نحن من توسطنا في أزمة الرهائن نحن من حلنا الأزمة بين إثيوبيا وأريتيليا في اتفاق ألفين نحن من توسطنا في الأزمة أزمة مالي في ألفين وبالتالي قدر الجزائر دائما أن تلعب هذا الدور الوسيط والمسهل من أجل خلق نوع من التوازن في المصالح في المنطقة اليوم أعتقد عندما نتحدث عن الدبلوماسية الجزائرية يجب أن نعظم أيضا مصالحنا مثل ما علينا أن نقلل من المخاطر المحيطة بيننا ما هي المصالح الجزائرية في هذه القضية؟ أولا المصالح الجزائرية نحن دولة مثل كل الدول لدينا مصالح مادية على مستوى المنطقة أنا قلت في السابق بأنه نحن مركز طاقوي مهم في شمال إفريقيا لا يجب أن نتخلى عن هذا المركز لأنه نعرف بأنه كثير من القوى الإقليمية أحد أهم أهدافها في ليبيا هو الاستحواذ على الطاقة نحن لدينا مصالح مادية أيضا مع الإخوة الليبيين مثل ما هم أشقاؤنا ولكن أيضا يجب أن نتبادل في المصالح هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنه هناك ترتيبات تحدث اليوم على مستوى حوض المتوسط لا يجب أن نغيب علىها العودة الجزائرية اليوم بهذه الخطوة في مؤتمر برلين يجب أن نمسك بها وأن نصبح قوة مبادرة ما تحدث عليه الرئيس اليوم من خلال الدعوة إلى حوار ليبي ليبي في الجزائر هي بداية المبادرة الجزائرية لأنه ما جعلنا في السنوات الأخيرة وعلى أقل في الأشهر الأخيرة بعيدون عن الأزمة الليبية لأننا لم نكن نملك روح المبادرة يجب أن نبادر سواء من خلال دول جوار ومن خلال الاتحاد الإفريقي الذي أعتقد بأنه سيكون رافدا مهما وداعما للدبلوماسية الجزائرية أشكرك جزيلا شكر دكتور محمد عمرون على هذه التحليلات التي قدمتها وعلى هذه الأفكار أستاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا لك دكتور العيد زغلامي أستاذ الإعلام والاتصال شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وعلى ما قدمته من أفكار دكتور فارق طيفور أستاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا لك على ما قدمته لنا من أفكار وتحليلات شكرا لك وشاهدينا حلقتنا من برنامج استوديو الجزائر تمت شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة